اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج الإمام داود في السنن والترمذي في السنن عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق أمتي وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه هذا الحديث العظيم هو يسمى عند العلماء بحديث الافترق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أن هذه الأمة ستفترق وبيّن فيه أن الأمم السابقة من اليهود والنصارى أيضا افترقوا وهذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة يعني اثنين وسبعين فرقة هذه في النار وواحدة في الجنة طيب وهذه الفرق الاثنين وسبعين كلها فرق مسلمة ما فيها فرقة واحدة كافرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وستفترق أمتي يعني أمة الإجابة لأن في البداية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة من اليهود والنصارى فهذه الفرق الاثنين وسبعين كلها فرق مسلمة لكن كلها ضالة لأنها فرق مبتدعة وهذه الفرق الاثنين وسبعين كلها متوعدة بالنار ولا يلزم من كون هذه الفرق متوعدة بالنار أن تكون كافرة أضرب لك مثال بسيط النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار فما معنى الحديثة ما معنى إن الزول المسبل معنى كافر صح لكن هو ما له متوعد بالنار فكذلك هذه الفرق الاثنين وسبعين كلها فرق متوعدة بالنار ولا يلزم من توعدها بالنار أن تكون كافرة طيب والله سبحانه وتعالى قد حذر من التفرق قال الله سبحانه وتعالى ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع في الدين ربنا سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأخرج الإمام أبو داود في سننه عن العرباض بن ساريا رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعين فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة سوف تفترق افتراق كثير فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا لكن وراك الحلشن قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجث وإياكم ومحدثات الأمور لأن البدع محدثات الأمور هي التي تخرج الإنسان من الفرق الناجية ويصير من الفرق الضالة الهالكة لأن كده النبي عليه الصلاة والسلام حذرك من البدع بعدما أمرك أن تعتصم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعده فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طيب وهذه الفرق الاثنين وسبعين يعني كلها كما ذكرنا كلها مسلمة لكن كلها ضالة والاثنين وسبعين دي أصول الفرق وصول الفرق اثنين وسبعين لكن الناظر الآن بيجد أن الأمة تفرقت أكثر من ذلك أكثر من اثنين وسبعين فرقة لكن كلها ترجع إلى شو؟ إلى الاثنين وسبعين فرقة فالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة سألوه لما قال أن هذه الأمة سوف تفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الصحابة سألوه الواحدة دي أتا قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فدى سبيل الفرغة الناجية الفرغة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام ما قال جماعة معينة ولا حزب معين لا وضع منهج قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وكل إنسان يريد أن ينجو لا بد له أن يتبع طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق الصحابة وده طريق السلف الصالح ده طريق السلف الصالح الربنا سبحانه وتعالى أمر العباد إنه يفهم القرآن ويفهم السنة بفهم السلف الصالح عشان يكونوا من الفرغة الناجية الله سبحانه وتعالى قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قال الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رتب الله سبحانه وتعالى الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وأول المؤمنين هم الصحابة من هذه الأمة هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع سبيلهم وأي إنسان ما بتابع طريقة السلف الصالح دبكون طوال من شنو من الفرق الضالة المتوعدة بنار جهنم والعياذ بالله لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولا عيب على من أظهر مذهب السلف واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا بالاتفاق باتفاق المسلمين وهذه الفرق الضالة بدت من بدره أول فرغة ظهرت في الإسلام كفرغة ضالة هي فرغة الخوارج في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه خوارجين خرجوا على عثمان وهو من الخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة بعد الخوارج مرضوا بحكمه قاموا خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه ورأس الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي الذي لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ذا اعترض على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك ومن يعدل إن لم أعدل أنا قال يخرج من ضئضئ هذا يعني من جنس من جنس الزلد من نوعه يخرج من ضئضه هذا من تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم قال يمرقون من الدين قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميع فدى النبي عليه الصلاة والسلام رد على الخوارج وعلى رأس الخوارج زو الخويصرة التميمي طيب فدى الخوارج خرجوا على عثمان وهو خليفة راشد وبعد كل يجي سيد قطب كزعيم من زعماء لخوان المسلمين يمدح الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه قال وآخيرا ثارت الثائرة على عثمان في كتاب اسم العدالة الاجتماعية قال وآخيرا ثارت الثائرة على عثمان ولا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين البصيرة أن يدرك أن تلك الثورة كانت فورة من روح الإسلام ده سيد قطب يمدح الناس الخرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ده المنافغين الناس اللي يخرجوا على عثمان اللي يقتلوا عثمان في الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه إيجي سيد قطب يمدح هؤلاء الخوارج علي بن أبي طالب لعن عديل الناس الخرجوا على عثمان وقتلوه قال اللهم لعن قتلت عثمان في السهل والبر والبهر لكذا تعرف أن الفكر بتاع سيد قطب وبتاع الإخوان المسلمين اليوم هو امتداد طبيعي لفكر الخوارج امتداد لفكر الخوارج في كرز الخويصرة تميمي والخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه فذي أول فرغة خرجت من هذه الفرغة الضالة في الإسلام هذه فرغة الخوارج بعد ذلك ظهرت فرغة كثيرة جدا جوء القدرية في غواخر عهد الصحابة وقد رد عليهم الصحابة كعبد الله بن عمر وقال أخبروهم أني براء أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به ابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تغبله الله منه حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره بعد ذلك فرق كثيرة جدا المرجئة وغير من الفرق الضالة بعد ذلك جو الصوفية وقبال الشيعة الروافد فرق كثيرة جدا فهذه الفرق كلها فرق ضل متوعدة بنار يهنم فواجب على الإنسان الذي يريد أن يكون من الناجين أن يتبع سبيل السلف السابقين من الصحابة رضوان الله عليهم والذين اتبعوهم بإحسان من القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أتوقف إلى هذا الحد أدخل أخونا أحمد نورين ترجمة نانسي قنقر